مشاهدينا مع ضيف صباحنا لهذا اليوم المستشار القانوني الأستاذ صباح الجنابي رح نتكلم عن موضوع كثير مهم ويستهدف كثير أشخاص بنا هو عن الموظفين اللي موجودين بالقطاعات الخاصة والقطاعات اللي تابعة للحكومة يا ترى هل ممكن القانون إلى ثغرات تخص هؤلاء الأشخاص في حال إذا تعرضوا إلى أساءة أو سوء معاملة أو غيرها من التفاصيل في جانب العمل وهنرحب بضيفي والسعاد صباحك أستاذ مرحبا بيكم ومرحبا بقناتكم الرائعة وصباح الخير على كل الأحبة والشعب العراقي شكرا جزيلا نوارتنا من جديد أكيد أستاذ عرفنا عن موضوعنا أكثر الحقيقة احنا مبدئيا سبق وانتحدثنا في حلقات ماضية نقول القانون هو ينظم العلاقات الاجتماعية في المجتمع كي يتحقق الأمن ولولا القانون لا أصبح المجتمع شريعة الغاب يعني كل من القوي يأكل الضعيف وكل من يحاول أن يأخذ الحق أو الباطل بنفسه لكن القانون هذه القواعدة اللي هي وضعية الحقيقة يعني لكن هذه القواعدة القانونية هي اللي تنظم كل العلاقات الاجتماعية وتتطرق إلى كل مناح الحياة نعم فاليوم سؤالك أو كلامنا عن الموظفين في الدوائر المدنية أو في الدوائر الحكومية بالإضافة إلى الموظفين في القطاع الخاص بالتأكيد يعني نحن قلنا كل شريحة اجتماعية أو كل طبقة من طبقات المجتمع لها قوانين وتشريعات خاصة بها والموظفين لهم قانون يحدد حقوقهم وواجباتهم ما ممكن يعني طبقة كبيرة جدا في المجتمع هي طبقة الموظفين ما لهم قانون يحدد واجباتهم ويحدد أيضا حقوقهم كذلك العاملين في القطاع الخاص فالموظف يعني كما نعلم أنه هو منتسب للدولة يحمي الهوية ويحمي الباج أنه موظف للدولة وله راتب وله إجازات اعتيادية وإجازات مرضية ومحمي بنفس الوقت وقانون العقوبات شرع أو وضع مواد خاصة لحماية الموظف يعني لا يجوز الاعتداء على الموظف والاعتداء على الموظف له مادة خاصة تختلف عن المواد القانونية العامة للمواطن الاعتيادي فالاعتداء على الموظف تكون عقوبة المتهم والقائم والفاعل عقوبة مشددة الغرض منها حماية الموظف لأنه دي أدي واجب من الواجبات العامة دي يخدم المجتمع فلا يجوز أن يترك سودان لكن هناك أيضا للموظف حماية أو حقوق يعني لا يجوز أن تستغل الدائرة هذا الموظف وتتعامل وياب بتعسف تتوجه عقوبات أو كذا يعني يجب أن تكون هذه المسائل أو استمرار العمل الوظيفي من خلال التعليمات والأنظمة والقوانين السائرة في كل دائرة يعني لم يكن المدير سيفا مسلطا على رقاب الموظفين لأنه المدير والموظف لا فرق بينهما أمام القانون نعم بالطبع يعني الاثنين هم يخضعون للقانون ويخضعون للتعليمات لكن السلم الإداري أوجب أن يكون هناك مسؤول أو مدير لكن هذا المدير لا يستغل موقعه ويستخدم الصلاحيات المخول بها فيبدي يضغط على الموظفين أو يظلم موظف ومن حق الموظف أن يقاضي المدير أو يقاضي أي جهة أعلى منه إذا شعر هناك ظلم انتابه من جراء تصرفات الإدارة أو المدير بالنسبة للشركات الأهلية لا تختلف أيضا عن الدوائر الحكومية الشركات الأهلية بس إنه مسألة الرواتب التقاعدية مالتهم أو الخدمة إن كانت مضمونة أو غير مضمونة أوجب القانون وقانون الضمان الاجتماعي حتى لو كان هذا الشخص يعمل فيه معمل معمل بسيط لا يتجاوز عدد أفراده الستة أفراد أو خمسة أفراد أوجب القانون أنه صاحب هذا المعمل أو صاحب هذا المكتب أن يراجع دائرة الضمان الاجتماعي ويبدأ يدفع لدائرة الضمان الاجتماعي توقفات تقاعدية لهؤلاء العمال اللي يعملون عنده هذه تعتبر خدمة لأغراض التقاعد يعني شقد يخدم مثلا خدم خمس سنوات عشر سنوات في معمل معين جاء إلى دائرة أخرى دائرة أهلية أيضا خدم بها خمس سنوات عشر سنوات هذه الخدمة تنجمع وبعدين يستحصل هذا العامل أو الموظف الأهلي إلى حقوق تقاعدية وبعدين يأخذ راتب تقاعدي من خلال قانون الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى أنه هذا أيضا يجب أن لا يستغل يعني القانون حدد لساعات العمل للموظفين في الشركات الأهلية وكذلك للعمال في المعامل ولكل الجهات أيضا هناك قانون نظم سير الحياة لهؤلاء كي لا يكون هناك استغلال يعني مدير الشركة يحاول يجعل الدوام اثناء الساعة هذا مخالف للقانون إلا إذا كان هناك مخصصات معينة أوفر تايمي سوى يعني فوق الوقت تحسب له مخصصات إضافية عن الساعات الإضافية التي عمل بها الموظف هذه مخصصات يعني استعد تشمل المادة ولا تشمل الأشياء أخرى أيضا هي قضايا مادية أكثر ما تكون هو الخدمة يومي ينحسب فإذا 6 ساعات أو 8 ساعات أو 12 ساعة من حيث الخدمة المدنية فعاد أنت كل ما تقدمت يعني أو زادت فترة العمل لهذا الموظف الأهلي كلما هناك يحسبوا له أمور مادية يعني تدفع له ساعات إضافية للعمل ماله حتى يكون بحق يعني هو بقى يعني ما يصير يستغل استغلال غير طريقي طيب أستاذ هاي فقراء حلوة خلي شوية نذكرها أكثر في حال إذا تم استغلاله بالفعل ومثل ما ذكرت أنه أوكي أكون هناك حقوق لازم تنحسب إليه أكون تعويضات تنحسب إليه بحسب ساعات العمل وتواجد هذا الشخص وبحسب أصلا صيغة عمله لكن في حال إن صار العكس وما صار وفق القانون الأمر كيف ممكن هو يأخذ بحقه أو يرجع للقانون أحسنتي هذا هي حقيقة هذه ساعات العمل محددة وعلى ما أعتقد يعني لا تزيد على ثمان ساعات صحيح منها ساعة لتناول الطعام يعني ظهرا فترة الغداء صحيح إذا الموظف شعر أنه مستغل فبإمكانه أن يقاضي مدير الدائرة يعني يقاضيه أمام القانون ويلزم يلزم أن يدفع تعويضات لهذا الشخص لأنه عمل أكثر من ما محدد بالقانون فمسألة جدا طبيعية أن يقاضيه ويأخذ حقوق والقانون معه والدعوة مالته مكسوبة يعني بالوجه يعني ما تحتاج إلى أخذ أو لف دوران لأنه واحد زائد واحد يساوي اثنين فيجب أن يقاضيه وأيضا يبلغ الجهات الأخرى يعني مسألة دائرة الضمان ومراقبية العمل هناك مفتشين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الضمان الاجتماعي أيضا تتقصى هذه الأمور حتى ترى أنه هؤلاء العاملين نحن لا ننظر إلى الشركات الأهلية التي مثلا دوامها يكون واضح وسهل في العمل لكن هناك كما ذكرت لك المعامل أو الشغلات الهارد يعني الصعبة القاسية يعني يجب أنه يهيأ لهذا الشخص وسائل الراحة الرعاية الصحية تكون هناك جهات صحية مسؤولة عنهم يعرض إلى الجهات الصحية يعالج مجانا على حساب هذه الدائرة إذا حصل له عطل أو صار عنده مرض أو من جراء هذا العمل فالشركة أو الجهة أو إدارة المعمل تكون مسؤولة كل المسؤولية في تعويضه عن الأضرار التي تلحق به ولا سامح الله حتى لو كانت خدمته قليلة حصل عنده عوق يعني صاير أنه عنده خدمته خمس سنين أربع سنين وتعرض إلى إصابة عمل وبعدين هذا الإصابة أودت به إنه يكون لديه عوق يتوقف عن العمل سيما وإن هذا الشخص صاحب عائلة ومسؤول عن إدارة بيت طيب أستاذ هاي كلها من ضمن يعني من ضمن أنظمة القانون غير أنا لا تأكلم شيئا خارج القانون كلها لا أنا قصد شنو أنه إحنا هذا نظرة القانون للموضوع أنه يجب أن يكون بهذه الخطوات لكن إحنا بأرض الواقع عدنا العكس يعني أنت في حال إذا يتعرض لكثير تفاصيل أكو حقوق إله لكن إحنا اليوم للأسف كثير من القطاعات خصوصا القطاعات الخاصة ينظر لهذا الموظف على أنه أوكي هو موظف وهما ما مسؤولين عنه ويكتفون فقط براتبه في حال تواجد أو متواجد في حال أصلا متواجد حتى ممكن ينقطع الراتب فكيف يعني بهذا الحال كيف ممكن واحد يواجه هذا أمر هذه أنظمة وتعليمات تشرح قوانين قوانين خاصة في هذا المجال إذا أبو الشركة الأهلية أو بالقطاع الخاص استغل الفرصة وبدأ يتعسف بحق العاملين لديه في الشركة أو في المعمل أو في الدائرة الأهلية فالقانون لا يحمي بالعكس القانون ضده لأن حقوق هؤلاء محمية بالقانون لكن ياسة نضال الحقوق يراد لها حلوق هذا يعني مثل بالعراف صحيح يعني هذا الناس الموظفين إذا شعروا بلغبهم يراد أنه يداعون مساكتين يعني يسمعون كلمات أو توجيهات وانتهى يعني إحنا يجب أن كل واحد يعرف حقه ويعرف فاجباته ما الضمان فهذا حق من حقوق الناس العاملين حقهم يعني أن يأخذ المخصصات الإضافية أو عن الساعات الإضافية أو إذا تعرض إلى مرض أو إجازات إلى إجازات اعتيادية إلى إجازات مرضية مضمونة لا يجوز أن يستغل من قبل رئيس الدائرة فقط على مدى الراتب وإذا غبت أنت أو صار لك ظرف طالع أو كذا استغل هذه الفرصة وقطع راتبك واتخذ بحقك إجراءات تعسفية وإذا كان هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة من الموظف نفسه أو من الجهات نفسه وهناك بالنسبة للعمال هناك نقابات عندهم نقابة العمال وهذا النقابة هي تعتبر الوسيط بينها وبين الجهات الأخرى هي التي تداعي في حقوق العمال قاطبة وتوجه وتقيم الشكوات وإلها وزن وإلها قوة وعندهم ممثلين قانونيين يتحركون للمتابعة أو أن يداعون في حقوق العاملين لديهم طيب أستاذ بما أننا ما زلنا نتكلم عن القطاعات الخاصة يعني أكو أمور أحياناً يصير من ضمن هذه الأمور مثلاً أنت تعرف أنه الشخص المسؤول عن الأمور ينظر للموضوع بغير شكل يعني أقصد المدير الإنسان الكبير الذي هو المكان التابع إلى والعمل التابع إلى وبالتالي كل الموظفين هو مسؤول عنهم صحيح؟ صحيح لكن أحياناً تصير وواجهنا إحنا أكثرنا هذه الأمور أنه المدير يقف على أمر مثلاً معين وعلى أساس هذا الأمر مثلاً قد يكون هو متخصير أحياناً تكون أشياء نفسية يعكسها على هذا الموظف فيعاقبه بطريقة أو يفصله من العمل أو ممكن حتى يطرده يقول له أطلع وأكو غيرك من أستبدل يعني أستبدلك بشخص غيرك وهو يعرف أنه هو مظلم وما يقدر أنه يدافع ليش؟ لأنه كانت هذا الإنسان أعلى من عنده فبهذه الحالة كيف ممكن يأخذ حقه؟ والله هذا الموضوع يعني عقيم يعني الحقيقة نوع من العقيم ليش؟ لأنه يعني هذا الظرف ومعاقبة الموظف أو محاسبته بشدة أو يعني لكل حادث حديث يعني الحالة هذه قد تكون يعني الموظف يفهم من جانبه وأنه هو مظلوم وأنه كذا في حين هو يعني موظف مقصر أو أسافي عمله أو أسافي واجباته مما يضطر إلى مدير الشركة أو المدير اللي مسؤول عن هذا العمل اتخاذ فد إجراء قانوني بحقه وطبعا هي الحقيقة يفترض أنه كل مخالفة قد تكون كبيرة تؤدي إلى الفصل أو تؤدي إلى عقوبة بمستوى الفصل يجب أن تشكل لجنة حقيقية يعني مبكية في المدير المدير من عندك طيب هذه اللجنة التحقيقية تشكل من قبل منه هو بعمر المديري شكل لجنة تحقيقية للبحث في هذا الموضوع الذي قام به الموظف إذا أوصت اللجنة التحقيقية بأن هذا الموظف مسيء أو كذا فهو يحدد العقوبة التي يراها مناسبة من ضمن قانون انضباط الموظفين أو العاملين ولا يتصرف من حاله يعني هي مو قوترة ولا دايحة بالنسبة لا يا صحيح لكن أنا شهدت الصراحة أستاذ كثير موظفين تعرضوا إلى مثل هذا الفعل يعني خلينا نقول نسيان لود من العمل أوكي فمجرد بس دخل للمدير أنا أنت ما طوعتني ما سمعت كلامي إزيان تطلع من العمل وأكو غيرك أجيبة يكون تحت طوعي يعني أنه أنا مدير هنا فلازم تنفذ كل تعليماتي وكل كلامي فبهذه الحالة أنا حسب ما أعرف ومقار يوم تابعة أنه ما يتصرف مع الموظف بهذه الطريقة يتصرف معاه في حال خصوصا إذا هو ينعزل عن العمل ويطلع في حال إذا كان فعلا مقصر في تأدية واجبة أثناء العمل لكن شيء آخر يعني ما يفترض أنه يتعامل معاه بهذه الطريقة لا هو المدير أنا أفهم يعني هم سؤال شوي بيتشعب يعني المدير سواء المديرة الدائرة الحكومية أو مديرة الشركة الأهلية أو مدير أي جهة توجب عنده ناس عاملين في مجال هذا هو مو مسؤول عن تصرفاتهم بعد ما ينتهي الدوام يعني أو تخلص الوظيفة مالتي يعني واجباتها أداه وطلع وقد ترفع عليه سؤال أو مكاتبات أو بعض الأمور الاستفزازية فيستخدم موقع الوظيفي في اليوم الثاني ويقول له أنا دعا شوف تصرفاتك ما راضي عليها أو حتى إذا كانت موظفة أنت تصرفاتك ما راضي عليها أنت مو يعني لا أب ولا أنت رجل عندك دائرة توازن أمورك من خلال العمل نعم تشوف هذا الموظف ما أدي واجباته بشكل جيد ملتزم في دوامة ملتزم في تعامل مع المواطنين إذا كانت الشركة أو الدائرة خدمية وإلها مساس في المجتمع خلص أما تريد تستخدم مسائل أخرى فهذا ما يحق لك الحقيقة بالنسبة للشركات الأهلية لأنه هي الشركات عرضة للعمل وعرضة للتوقف بالضبط صحيح هذا المسألة يعني ثقي هو حتى إذا المدير شاف فائض وبطل قسم من عدهم يقدر يقاضون ويقدرون يطالبون بالتعويض لأنه هو اللي دعاهم للعمل وبعدين هو اللي تنازل عنهم تنازل عنهم وتركهم في منتصف الطريق فيداعون يقولوا إحنا الريد حقوق والقانون يسمح به يريد حقوق للفترة اللي عملنا بها هذا الرجل خلالنا نشتغل ثلاث سنوات وتركنا إحنا هاي الخدمة مالتنا وين تروح لازم ينطلنا مكافآت ينطينا تعويض عنها القانون لا يجوز أن يفعل أكثر من هذا يعني هذا هو القانون هكذا يعني خدمتي أربع سنين خمس سنوات فرضا بهذه القناة وجاء مدير القناة وفنشكم قالوا أنتوا كلكم تبطلوا الروح هاي الخمس سنوات وين تروح وإذا أمطاكم راتب هذا الخدمة والتواصل بحد ذاته التزام نعم يمكن أنت شاء الله قيت لك وظيفة غير هذه بهذه الفترة يعني أخذت شوط من منك ومن عملك ومن عمرك ومن سهرج وتعبك فإذن أنت تستحقين تعويض عن هذا المدة إذا لم يبادر هو في أرضاكم ويسوى الموضوع رضائي ما هو المشكلة أستاذ أنت مثلا إحنا مستهينين بالأمر لأنه قطاعات خاصة فهي معرضة يقول لك بالأول وتالي هي أما تكون موجودة أما تنسلوا أنت تعرفون كموظفين هذا الشيء من البداية غير القطاعات التابعة للحكومة طيب خلنرجع شوية لهاي القطاعات الحكومية اللي هي تعتبر يمكن من الركاز الأهم بالمجتمع فيه أكو بعض الموظفين يتعرضون لكثير إساءات وحتى ممكن تكون هاي الإساءات خارجية خارج عن عملهم لكن أكو أحد الأكبر أو أهم المشاكل يتعرض لها وطبعا هي صارت بأرض الواقع أنه أحد الموظفين اللي تابع كان لوزارة الصحة أثناء عودتهم من العمل طبعا هو كان باس خاص بالموظفين دا يرجعون في إحدى السيطرات تم توقيف هذه السيارة نزلوا الموظف بالاسم أخذوا اقتادوا إلى جهة مجهولة إلى هذا اليوم هو مفقود فالدائرة اللي هو يعمل بها يفترض أنه هي تكون الداعم الأول والأخير لهذا الشخص صحيح ولأسرته ولأولاده لكن تخذ في حقه إجراء ما يخطر على البال بعد عشر تيان تقريبا تم فصله وإلغاء كامل حقوقه وراتبا كأنه شخص ما كان موجود فكيف إنسان هو تابع لإحدى القطاعات الحكومية واجه أمر إرهابي بهذه الطريقة وراء زوجة وعائدة وأولاد لهم كثير حقوق وهو سنوات خدمة طويلة يتعامل بهذه الطريقة شون ينظر القانون لهذا الموضوع أولا هذه مصلح صلاحيات يعني الدائرة أو المدير أو حتى الوزارة أن تفصل هذا الموظف هذا الموظف تم أخذه من قبل جهة أمنية يعني استدعت جهة أمنية سواء بطريقة القبض أو الخطف أو كذا هذا جانب الدائرة هنا أتقول لك أنا ما أعرف في الراحة هذا الموظف يعني ما أعرف مصيرة أنا ما أحد الجهة الأمنية أو الدائرة ما كتبت لي وقالت لي هذا الموظف مطلوب للعدالة وفق المادة كذا يعني حتى أقدر أقول للموظف أخذوه وأشر عندي هذا حاليا مودع لدى جهاز مكافحة الإرهاب أو لدى مديرية الاستخبارات أو أي جهة أخرى أمنية وإنما تم خطف هذا الموظف أو أخذه هنا الموظف في كل الأحوال إذا أرادت الدائرة يعني تعمل ما تعمل تأشر أن هذا الموظف غايب لأن ما تعرف مصيرة صحيح تأشر عليه غايب الغايب هذا متى ما رجع يرجع لدائرة معزز مكرم حتى الرواتب ما لتأخذه لأن الدائرة اللي أخذته الجهة الحكومية اللي تأخذته من تكمل التحقيق ويها إذا أحيل إلى المحكمة وأفرج عنه فراح يمطوا كتاب يقول هذا بالتاريخ الفلاني تم القبض عليه وفق القرار القضائي يعني قرار قاضي التحقيق أو أي جهة حكومية وبعدين بعد التحقيق تبين أنه بريء وقد أفرج عنه بموجب قرار قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتم توقيفه من التاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني للتفضل بالعلم الدائرة رأسا يعني يعني بدون أي حاجة تعيده الدائرة حتى ذيك الفترة تعتبر له خدمة طالما أفرج عنه هاي في حال كان إذا كانت الجهة معلومة أنه هو نقتاده لكن إذا كان جهة غير معلومة أستاذ يعني إيجي ما الحوى سيد ظلال ماكو جهة غير معلومة يعني ماكو جهة غير معلومة هم أخذه بدون أن يبلغون وغير معلومة لكن بعد فترة من الزمن رايح يظهر هذا يعني هذا إنسان يعني ما معقوله هو تقريبا صال لأربع ثلاث سنوات مفقود من يوم اللي خطايا يفتر ويرجع البيت السليم ما رجعت ذاكة أيام وحتى زوجته كانت حاملة عنده ثلاث أولاد لما حاولت تتراجع دائرته وحاولت تأخذ بحقوقها لقيت أنه أصلا خطايا فاصلي ونرفع الكتاب بعد عشر تيام بالضبط وأنه حتى الراتب مات تتوقف كأنه إنسان والضبط ما موجود لا هذا ما يصير غلط هذا ما يجوز هو أكو حالتين إما خطف من قبل جهات نعتبرها إرهابية أو ميليشيات وهذا يعد مخطوفا والمخطوف يبقى يستمر له راتب يعني يفترض يفترض يعني بالقانون يستمر له راتب مخطوف لكن إذا إذا ما أخوذ من جهة معلومة أمنية لا أنا قلتش يعتبر يعتبر غايب يأشره غايب لحين العودة نعم أما المخطوف ما معروف مصيره جوز ما يرجع نهائيا ما بالضبط فبأي حق يعني هما سجلوا إخبار مو هنا لازم تكون أكو شغلات رسمية نعم بلغوا لكن قلت لك الجهات ما كانت معلومة فما قدروا وشقيت حاولة وبحثة وإنه هذا الشخص يلقوه ماكو اختفى يعني بيوم وليلة اختفى فإحنا دعنا نتكلم عن الحقوق اللي بقت من بعدها أوكي هو راح قد يكون يعني انقتل أو تعرض لحادث معين ما نعرف لكن أكو حقوق من بعدها يفترض الزوجة تأخذها الأبناء يفترض هذا الحق يكون تابع لهم يعني أبسطنا بها سنوات الخدمة اللي هو كان يعمل بها وهي جهة حكومية يعني تابع لقطاعات حكومية مقطاعات خاصة أنت هنا بس يعني افهمي هاي النقطة يجب أن يسجل الإخبار والإخبار يحدد أخذت مديرية الإرهاب مكافحة الإرهاب يقول أخذت مديرية مكافحة الإرهاب أخذوا جماعة ميليشيا يقول ميليشيا أخذت ما نعرف يعني انخطف نعم انخطف يسجل خطف يصير بلاغ حتى بعدين تقدم طلب صاحبة الحقوق إلى الدائرة والدائرة تفاتح الجهة التحقيقية تقولوا مزودون بالأوراق التحقيقية ويزود بالأوراق التحقيقية ويتبين إن هذا الشخص مخطوف ولا زال مجهول يعني موضوعه مجهول ما تعرف شنو مصيره فما تقدر الدائرة تفصله أو تتخذ إجراءات هذا مخطوف والمخطوف في ظل هذه الظروف الظروف اللي سبقتها هذا موجودة يعني ظروف ظروف قاهرة لا بكيفي ولا بكيفهم صحيح بس أكو ناس يروح يعني يروح الشخص ويرجع يسجلون اخبارات بسيطة يعني ما يقول هذا انخطف جهة مسلحين ملثمين كانوا واقفين بفلان مكان أي شخص يفرون بل أسماء يسحبوهم يأخذوهم هذا خطف خطف والدائرة ملزمة نتفاتح دوائر يعني لأن هذا يعني شنو مصير هذا الموظف العده نعم أما مو إجراء يعني هذا من فصلته تبردته غايب إنه منقطع عن العمل وغايب بدون سبب بدون عذر وفصلته بعدين هالمسألة يعني إذا اتطورت العملية يعني يأكو قضاء إداري يسموه في بغداد محكمة القضاء الإداري تقاضينا المدير تقول هذا الرجل يش تعرض للفصل مع العلم إنه مقطوف محكمة القضاء الإداري بخلال جلستين ثلاثة اترجعوا وتحسبلوا كل حقوق نعم فإذا يحصل مثل هذه الحالة هي هي قلة معرفة من قبل الدوائر اللي ينتسب لها الموظف نعم مو كل مدراء الدوائر هم فاهمين الحالة صحيح بالفعل أو يفتهم بالقانون ولا كل العاملين في مجال القانون هم فاهمين كل التعليمات لا بس هذه قلة معرفة يفترض يرجعون للجهة القانونية لا يشرحون الحالة والجهة القانونية تنطي الاستشارة الدقيقة المضبوطة كي تحافظ على حقوق الناس العاملين الموظفين وإحنا في ظل الظرف من 2003 ولحد الآن يعني عندنا آلاف المخطوفين مدفع صحيح يعني مو 150 و60 و70 صح هوايا ناس تعرضت له المسألة هذه وانخطفت ولا زال مصيرها مجهول نعم ما نعرف يعني إذا هذا قتل هذا توفي هذا لا زال مسجون يقبع في أحد المعتقلات ما تعرف فهو مخطوف فهذا ما يصير نحرمه من حقوقه إذا كان موظف في الدولة وعامل يشتغل بالدائرة وعند خدمة لا هذا مستحيل يعني يوقفه الراتب أو يفصله لا ما يجوز طيب استان احنا بهذا القدر نتوقف يا حضرتك وشكرا جزيلا إليك أكيد كل مرة خلينا نستفاد بهذه المعلومات القيمة شكرا لوجود حضرتك مشاهدين ننتقل شكرا للمشاهدة